موسيقى صباح الخير وأهلا بكم إلى كلام بيروت الحادث الأبرز في صحف بيروت اليوم هو مشروع النسبي الذي أزفه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ليلة أمس إلى اللبنانيين فيما تحدد خلوة قصر بعبدا اليوم موعد إجراء الانتخابات النيابية هذا العنوان سأتابعه بالتفصيل مع معالي وزير الإعلام الأستاذ ملحم رياش صباح الخير مع الوزير أهلا وسهلا بك اليوم أول إطلالة من بعد التوصل إلى توافق حول أنون الانتخابات أول شيء بتوافق من يوصفه بالإنجاز أهلا بعتقد أنجاز لأنه لازم يكون عندنا قانون انتخابات من زمان يعني والوصول لهذا القانون بعد هذا الجهد كله سوا وبعد كل الضغط اللي نعمل من أجل وصول لقانون ولو على شفير انتهاء وليت المجلس الحالي بعتبر أنه إنجاز لأنه ما كان سهل أبدا نوصل لأنه الانتخاب في لبنان الناس بالإجمال تتمسك بحقوقها وبحقوق اللي هي مش لألة حقوق غيرها ما بتطلع عنه بسهولة اليوم بتصور تصحيح التمثيل حقق جزء كبير خطوة كبيرة لقدام وهذا منه قليل يعني أكيد بعد في أمور ناقصة لازم تتحقق بالمراحل المقبلة ولكن وضع القطار على سكة جديدة نحو تصحيح التمثيل نحو عدالة التمثيل وعدالة أنه كل الناس تقدر تكون بالمطرح المناسب بالنسبة الكاملة نحنا كنا ضدها وبنضل ضدها بمعنى أنه تكون على دائرة واحدة لبنان دائرة واحدة ولكن 15 دائرة للنسبية بتصور عمل عادل جدا ينقصه الكثير من التفاصيل ولكن عمل عادل جدا رح نحكي بهالتفاصيل بما تحقق وما ينتظر أن تحمله الساعات والأيام المقبلة ولكن دعنا نبدأ بوحي هذا الموضوع أرمى حمص بكاريكاتور النهار تحت عنوان الانتفاق على أنون الانتخاب رسم موسوعة جنس للأرقام القياسية وبدأ فيها طباخ عم بتابع عمله بصندوق اقترام مع تعليق الطبخة الأطول بس هو غفى هلأ هو وعم بحرك الطبخة هو شي بيغفى يعني ضلت أربعة سنين القصة شي فينا نقول كمان فيه صبر يعني بهالي موضوع إذا بتتذكره وصولاً لليوم للخمسة عشر دائرة من النسبية ولكن لكي من أي متى البحث جاري لأنه العطب بتمثيل المسيحيين كان عطب أساسي وما كان مقبول يكمل هيك ولكن مش معناته أنه المسيحيين بدوا يصححوا تمثيلهم على حساب الآخرين ولا بدوا يصحوا تمثيلهم على حساب الآخرين صار فيها هذه التسوية اللي هي إذا بدك بتكون بالتفاوض مجموعة تنازلات من كل الأطراف للوصول إلى قواصم مشتركة هذا الحد الأقصى للقواصم المشتركة بالمرحلة الحالية إن شاء الله بالمرحلة المقبلة نقدر ندخل كمان تعديلات أخرى وحتى نتعلم من التجربة الأولى للانتخاب بيبين شوائب عديدة كمان منتعلم منها للانتخابات المقبلة ولكن أكيد دخلنا بمرحلة جديدة بمنطق تصحيح التمثيل وأنون الانتخاب جريدة المستقبل اللي أشارت لأنه هذا للمرة الأولى بتاريخ لبنان الحديث اللبنانيين رح يكون عندهم أنون انتخاب صنع في لبنان هل هو صنع في لبنان مئة بالمئة معالي الوزير؟ صنع في لبنان وكتر يعني حتى كان فيه صعوبة لصناعته لأنه فيه أكتر من طباخ للانون الانتخابي منيح يعني إذا بدك جمالا لما بيكون فيه أكتر من طباخ تحترق يعني أكتر من طباخ وقدرنا وصلنا لأنه ما تحترق الطبخة وتطلع أنون بالحد الأدنى أفضل مرات عديدة من الأنون السابق ولكن مع هذا الجو الإيجابي بيبقى فيه حيز للحضر يعني هلأ فيه مسألة تاريخ الانتخابات بعدها ما اتضحت فيه أمور أخرى ما ترك بتا يمكن اليوم بجلسة مجلس الوزراء رح تنترح أو بمجلس النواب فيما بعد بالتنين ما في مانع فيها تنترح مجلس الوزراء فيها كمان تنترح مجلس نواب ممكن مهلة التمديد اللي رح تتقرر هي يعني تنصف هذا الجو التفاؤلي لا 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 أكيد أم أنه الأمر بتصور بتصور هل إذا بدك ضغط الإيجابي اللي إجا مع رياح القانون ما بقى أحدا فيه ينصفه بسهولة وتمديد شاء صار تمديد تقني طبيعي لدراسة القانون لتدريس القانون يعني أنا أخذ قرار أن يكون فيه برنامج على تلفزيون لبنان أسبوعي بداية وبعدين يمكن يومي لتدريس قانون الانتخاب وتعليم الناس كيف تقنيات القانون وكيف بدهم يعرفوا ينتخبوا يمكن يكون فيه صفوف لرؤس الأقلام كيف بدهم يفرزوا لمناطق الانتخابية لكل هالعمليات اللي هي فيها تقنيات جديدة يتعلمها اللبناني بدها تاخد وقت ورح نعطيها حقها نحن على تلفزيون لبنان يمكن الأبرز موضوع هو قصة البطاقة المماغنة يلي بيعتبر الرئيس الحريري أنه بده وقت يعني لحتى يعني كل اللبنانيين يحصلوا عليها هل تتيح لهم أنه ينتخبوا من محل ما هني موجودين مع الوزير أم كمان بدوا ينتقلوا لأماكن القايد يعني هون فيه علامة استفهام حوله بتصور هاي دي تقنيات خلي اللي عم يشتغلوا بالموضوع يحلوها ما بدي أنا أطلق مواقف مسبقة وتكون أنه هايكي عم نوعد اللبنانيين بشي ما يقدروا يحقيقوه يعني أو ما نقدر نحقق له نيه بس مبارح مثلا كنا مع بعض الزملاء بإفطار بيطلع أحد الزملاء بفكرة كتير حلوة أنه إذا تحويل البطاقة الانتخابية على طريقة الإمارات سير بذات الوقت تذكرة وكل شي يعني ينعمل فيها مثل كأنه هالبطاقة هي هوية جديدة للمواطن وفيها كل الأمور اللي بتسهله حياته تما كل شغل يكون بدي يعمل مننا بطاقة أكيد بدأت طال ساعتها أربع مليون نسمة بس فينا من الواحدة وعشرين سنة وطلوع مثل ما أقرر الآن هون على الأليل يعملوها بالمرحلة الأولى أكيد بتاخد وقت بس كمان بتعمل حلقة تطويرية جديدة بضمن الحلقات اللي يجب يتطور فيها البلد ويدخل على الـ 2020 وـ 2030 نحن على العصر الحديث بدأنا أشك بهيك الاعتراضات أو التحفزات الأولية اللي قدرت أنه أرصدها سواء بالصحف أو عبر مواقع التواصل من قبل صحفيين وكتاب ولكن بالنسبة لما حصل خلال المناقشات وخلال التوافق على الأنون بتقول جريدة النهار أن الوزير يوسف نيانوس اعترد على اعتماد الصوت التفضيل بالقضاء وأثر على احتسابه بالدائرة وفي اعتراضات تلتقي مع ملاحظات القوات اللبنانية كان عندكم ملاحظات يعني بهذا لماذا تحفزتم على هذا الأمر؟ ماش أنه هالتحفز يعني اللي بيقتضي التوقف أو إيقاف مسار القانون ولكن تحفز لأنه مثلا نحن منعتبر أنه الصوت التفضيل على الدائرة بيسمح بيتيح فرص أكبر للمسيحيين اللي ما في عندهم نواب بمناطقهم أنه يقترعوا ضمن الدائرة وصوتهم يصير مسموع نعم سنفيه أعطيكي مثلا ببنت جبال ما في نائب مسيحي بمرجعيون في نائب مسيحي دائرة بنت جبال مرجعيون فينا 12 ألف صوت مسيحي موجودين بنت جبال يقدروا يقترعوا لنائب المسيحي الموجود بمرجعيون بينما بالصوت التفضيل على القضاء انحرموا ها 12 ألف صوت من حقهم بالاقتراع يعني أكيد في ملاحظات مش إن هيك عم قليك التجربة الأولى للأنون بس تصير رح تساهم بتطوير القانون مثل ما بينطبق على المسيحيين بينطبق على غيرهم يعني من الطواقف بمطارح أخرى مصدر كتائب وصف للنهار ما جرى بالسفقة السياسية الصافية اللي لا علاقة لها بقوانين الستين وهي مثل عودة لمفاعيل الستين بتسميات أخرى أنا برأيي في كتير مواقف هذا تطلع معه ضد بس ما بتأثر بمصارها بس كلهم رح يروحوا على الانتخابات على الأنون الجديد يعني وليد بيك كمان ريتله اعتراض مبارك بس كمان قول قال الأنون مشاربة صديق نوائل عبو فعور بس كلهم رحين على الانتخابات بالأنون الجديد طبيعي يكون فيه اعتراض طبيعي يكون فيه انتقاد طبيعي يكون فيه مواقف مختلفة ولكن كل هالمواقف تصب بخانات معينة قد تخدم بشكل أو بآخر التصويت مع أو ضد أو تحشيد الرأي العام هلا أنا برأيي بكير على تحشيد الرأي العام لأنه الانتخابات ستتعجل ولكن هيدا مواقف طبيعية بسياء مراكمة بسياء مراكمة ما يجب مراكمته للوصول إلى الانتخابات وحصد أفضل نتائج أنت رح تصير الانتخابات بتأديرك برأيي الشخصي عم بقليك نعم برأيي الشخصي وبتصور حتى انبدت خلال 48 ساعة بتصير بأيار المقبل لأنه كان فيه فريق بده لأيار فريق آخر بده لتشرين الأول مثلنا نحن بس بين الموعدين صار فيه اتجاه نحو أدار ولكن أدار غير صالح للانتخابات مناخيا يعني يمكن ببيروت فيك تنتخبع الساحل اللبناني فيك ولكن بالداخل والارتفاعات في مرتفعات فيها تلوج رح تكون بفرد نهار معيك الانتخابات طبعا طبعا عامين حكى عن تاريخ ستة أيار تحديدا يعني أول أحد من أيار ستة أيار بيكون أول أحد من أيار هلأ كل الملاحظات بكوم والملاحظة الأبرز وهي أنه ما تضمن المشروع ما سبق للحكومة أن وعدت به من كوتة نسائية بنسبة 30% هذه هي ملاحظة جريدة الحياة اليوم من اعترض على أعطاء النساء الكوتة؟ بدون ما نفوت بمين اعترض ومين ما اعترض أكيد كل الصحف رح تتداول بهالموضوع أنا مش شغلتي فوت بالأسماء بهالأسف هني أكترية أم أقلية المعتردين هيدا الناس بدأت عارفوا يعني من المكونات يلي بالحكومة لأسة أقلية ولأسة أكترية قصة أنه الوصول كان اقتضى الوصول إلى مساحة مشتركة تجاوز هالنقطة لمرحلة مقبلة للأسف أنا باعتبر أنه لو ما أقررت الكوتة النسائية هيدا لا تحرم النساء من حقهم بالترشح ولازم يترشحوا بكميات أكبر من 30% لازم يكون في البرلمان نسبة أكبر ويمكن يناصفوا أو زيادة وأنا بدعيهم عبر هالمنبر إلى خوض المعركة الانتخابية عبر لوائح الأحزاب اللي بينتموا لقلة أو مستقلات مثل ما بيرتاحوا ولكن لازم يكون في حضور نسائي بالبرلمان الرئيس الحريري أعلن أنه الكوتة ستتضمن لوائحه اللي بده يشكلها يعني بالانتخابات القوات اللبنانية نفس الشيء لا القوات اللبنانية ممكن تتضمن لوائحها نساء بس مش بالضرورة على الكوتة يمكن أكتر مش حاصرينها نحنا بنسبة معينة يعني إذا في منطقة يمكن تكون كلها اللائحة نساء إذا في الحاجة دعت أو في حضور نسائي فاعل بالمنطقة أو في منطقة يمكن ما يكون فيها نساء اللائحة مش إنه حاصرينها برقم معين ولكن الشيء الأكيد أنه لازم النساء يمارسنا ويدخلنا إلى البرلمان اللبناني بشكل أساسي لأنه بلبنان دور المرأة دور فاعل وأساسي ومطلوب أحد التعليقات كمان نتوقف عند مسألة رؤسة البلديات ومتى يعني أديش المد اللي لازم تفصل بين تقديمهم استقالاتهم وترشحهم للانتخابات النيابية وبهل مجال تحديدا تتجه الأنظار لرئيس بلدية جبال زياد دحوات يلي ولو مرة خفى نيتو بأنه يتعدم للانتخابات النيابية وربما أيضا رئيس بلدية الشياح موني ماريوس هل موضوع اليوم بطي ينبت؟ الموضوع رح ينترح اليوم بمجلس وزراء ولكن نحن اتجاهنا أن يكون بشكل منطقي وطبيعي لحد الأقصى لمدة الاستئالة ستة شهور لأنه القانون مقر ومرأة ما فيه مهلة سنتين للانتخابات تنعطى مهلة سنتين ستة شهور هي شيء منطقي أنه ينعطى مهلة ستة شهور لاستئالة رئيس بلدية أو رئيس اتحاد وما لازم يكون فيه فرق بينتهم رئيس البلدية ستة شهور رئيس الاتحاد سنتين هذه تجانبه المنطق كثيرا يعني إذا صارت الانتخابات بأيار بيقدر أي رئيس بلدية من اليوم حتى أيار أنه يتعدم طبعا بده يستعيل قبل ستة شهور من ترشحه على الانتخابات وهذا شيء منطقي وهذا نحن رح نطالب فيه اليوم بمجلس وزراء الشباب يلي بشكله خزان أي من كل الأحزاب اللبنانية اللي عمرهم 18 سنة كمان غاضبوا أنه لم يلحظ هذا المشروع أي فقرة تتعلق بهذا لماذا خرموا من الانتخابات؟ حتى في فقرات أخرى يعني العلاقة باقتراع المغتربين العلاقة بتسويات آنونية إذا صح التعبير جديدة وضرورية تصير بالمرحلة المقبلة كمان ما قدرنا عملناها قلتلك بالأخير هيدا الانون هو تسوية بين متناقضات بالأخير بديك تلاقي الحد الأقصى للقواسم المشتركة وقل لا ما كنا قدرنا خرجنا بانون نحن مين قال بدنا نصحح التمثيل بنسبة 50 نائب يقترعوا بالصوت المسيحي نحن بدنا 64 بس الوصول على 64 إذا في استحالة ما بناخد الخمسين ما كمان بديك تعملي شيء ما يجانب المنطق والإمكانات الواقعية السياسية كنا بـ 30 أو 35 نائب على أنون الستين اليوم عم نحكي بـ 50 نائب بالصوت المسيحي مرنا مسحة يعني وإن شاء الله بالتعديلات المقبلة بالاختراعات اللي جاية يعني بالـ 2018 تنقول بالـ 2022 لازم يكون الانون تصحح أكتر وتعدل أكتر وتلقم أكتر مع واقع الحال لأنه يمكن أول مرة هذه التجربة لبنانية لبنانية بتنتج أنون انتخاب نتعلم من تجربتنا لنصحح على المراحل المقبلة أبرز الرابحين وأبرز الخاسرين وكيف رح يعني يتحرك تتحرك الساحة المسيحية على وقع هذا القانون سيما بالنسبة إلى التحالفات رح نقش هالموضوع معك مباشرة بعد ما نتوقف مع أول فاصل نعود لمتابعة هذه الحلقة مع معالي وزير الأعلام الأستاذ ملح مرياشي معالي الوزير ببداية هالقسم بدأ نحكي عن يعني فيه كراءات بدأت منذ اليوم تسمحيلي بس ببداية هالقسم أطلب من كل اللي عم بيسمعونا أنه مستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة لدم من فئة أوبوزيتيف لأنه في طفلي وقعت بكابين أسانسور ونقلوها لهنيك اللي ممكن يتبرع بالدم بيكون كتير مني أشكرك على هالنداء إذن نعود للموضوع توني عيسى بجريدة الجمهورية اعتبر أن الشارع المسيحي هو أكثر سيكون الأكثر تأثرا أكثر تأثرا كالمعتاد بقول في عدة متغيرات العماد عون بالسلطة تحالف التيار والقوات صار القوة الجارفة مسيحيا توطدت العلاقات بين الحريري والطيار وسخونة الاشتباك بين الطيار وبالري يعتبر أنها كلها عوامل سترجح نتائج الانتخابات مسيحيا إلا إذا لعب كل من طرفي التحالف المسيحي أوراق أخرى تحت الطاولة كما يتوقع البعض لا ما فيها الأجواء أبدا يعطي مثل البترون لا لا بس بحب أقول لكل الناس لما نحن منتحالف مع حدا نحن منسقط بس ما منخون وبعتقد بالطرف المقابل كمان ذات الشيء من نسبة للطيار الوطن الحر ورغم كل اللي صار وبعض الشوائب اللي صارت بالتعيينات الإدارية وأسلوب التعاطي بمقاربة الحكم اللي هي منها بتشبه بعضها بين القوات والطيار ولكن هيدا لم تفسد في الود قضية ولم تؤثر على التحالف الكبير لتحت عنوان إذا صح تعبير أو أخيك يعني السائد بين الطيار وبين القوات اللبنانية بالمقابل التحالف بين القوات اللبنانية والرئيس سعد الحريدة أو طيار المستقبل هذا تحالف استراتيجي وأنا اللي مع المنبرك أطلقت سينسين أنه هيدا السينسين السابتة وهيدا السينسين اللي هي القاعدة الأساسية والعمود الفقري لاستمرار لبنان وقيام لبنان المستقبل والأيام رح تبرهن هيدا الشيء بما يتعلق بقوع أخيك يعني عم بدأ الحكي منذ اليوم أنه مش بالضرورة تكون التحالفات مع الطيار الوطني الحر نفسها بكل المناطق اللبنانية يعني ممكن تكون على الأطعال لأنه قانون النسبة بيفرض علينا حسابات مختلفة مش مختلفة عن بعضنا حسابات مختلفة عن قانون الستين يعني ممكن تتحالفوا مع خصوم التجار الوطني الحر بأماكن معينة مش عم بحكي عن هيك عم بحكي كيف تتوزع زبادك اللوائح من شانت نربح العدد الأكبر من المقاعد هيدا أهمية هالأنون أنه لا يلغي أحد وكل الفئات تمثل بحسب أحجامها والتحالفات بدأت تسير على أساس قاعدة سابتة هي أنه التحالف الأساسي رح يكون بين القوات اللبنانية وطيار الوطني الحر ولكن في المقابل ممكن يكون في مطارح ننزل منفرق يعني مستقلين عن بعضنا البعض إذا دعت الحاجة وفرضت الواقعية السياسية هيدا الأمر هيدا لا يعني أنه التحالف رح يتأثر نعم ولكن في مناطق معالي الوزير فيها مرشحين مستقلين معروفين بقربهم من القوات اللبنانية وبمحل معين بخصومتهم مع التيار الوطني الحربين هالعين وهالعين شو رح تختار القوات اللبنانية ما هيدا ما إلا علاقة هيدا إلا علاقة إذا بدك بحسابات انتخابية كيف نحن وكيف هني كمان عنده الناس مستقلين معروفين ببعضهم عنه الموجودة هالشغلة عند الطرفين اللي رح يتم اختياره رح يتم الاتفاق عليه ما رح يتم الخلاف على أساسه نعم بنفس السياء جلاديس طعب الديار حكيت عن جبهة مسيحية بمواجهة سياسة الإلغاء القوتية العونية بتقول أنه أفق بنشعي ستتوسع مساحته خارج معقل طيار المرادة لتشكيل جبهة مسيحية بمواجهة الثنائي المسيحي يعني تمهيدا لمعركة الوزير سليمان فرنجي لرئاسة الجمهورية انتلاق معركة رئاسة الجمهورية المقبلة هو من هذه الانتخابات لا هذه الانتخابات المجلس نيابي هذا ما بيعمل رئيس جمهورية رئيس بعد سنتين من نهاية ولاية المجلس سينتخب رئيس تاني بالنسبة للتحالفات بالنسبة للتحالفات أولا أنا برفض كلمة إلغاء بالشكل والعنوان والمبدأ السنائي المسيحي ليس بوارد إلغاء أحد أنا اللي عم بقوله وكل الناس بتعرفوا هالكلام لأنه بالأخير هيدا بيحدد أحجان كل الناس والأنون بيمنع إلغاء أحد إذا أحد عنده نية إلغاء لأنه في نية لألغاء السنائي المسيحي من يوم ما السنائي التأى والغاء مفعيل ونتائج هذا اللقاء ومفعيل أعاخيك مثل ما تفضلت لأنه هالمفعيل هيدهية بالفعل حقق التقدم كتير كبير لحضور المسيحيين في السلطة ولكن نحن جاهزين أنه يتوسع برجع بقلك شغلي سياسات ديمقراطية أصلا مع احترامة لكل الطوائف فكرة مسيحية ونبع مسيحي وتفاعل على الواقع المسيحي يعني بكرة حتشوفي الانتخابات عند كل الطوائف ولكن حتشوفيها مختلفة عند المسيحيين بشكل أساسي وبشكل مختلفة بأي معنى يعني رح يكون فيه تفاعل ديمقراطي أكتر رح يكون فيه صراعات سياسية بالمعنى الحديث للكلمة أكبر ومروحة من التحالفات والترشيحات أكبر وإلى جانب كل هالشي رح يكون فيه شغلة بارزة عند كل الطوائف وهيدي من حسنات هيدا القانون إنه بدل ما نعود نسب ببعض رح كل واحد يشوف كيف بده يقدم حاله للناخبين مش يسب بخصمه يعني ما حدا رح يربح بهالمعركة المقبلة وهيدي من حسنات هيدا القانون على حساب إنه مسبب بالآخرين السباب بالآخرين والشتاء ما رح تنفعه أفضله يشوف كيف بده يرشح حاله للناخبين يعني هيدا مسألة الصوت التفضيلة شبهوه للوان فرسن وان فوت بشكل آخر مئة بالمئة من شان هيك على المرشح أنه يقدم نفسه للناخب مش يسب بغيره هيدا ما رح تفيده يعني صار عندك معادلات جديدة حتى بالبروباجندا الانتخابية من وراء قانون النسبي ما حكولنا عن البنود الإصلاحية الأخرى قصة المال والإعلان الانتخابي ومسائل الأخرى لخلق حولها؟ هيئة مراقبة الانتخابات ورح يكون إلا دور أساسي بهيدي المعركة هيدا تجربة حديثة للبنان ولكن كل مرة بتتقدم أكتر من مرة على نتجة الاختبار وعلى الصعيد الشخص معاليك ستكون مرشح بالانتخابات المقبلة يعني في تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع بعرف وبسمع وشو قصة أنه القوات اللبنانية ما عندها أنه وزير يترشح عن نيابة والعكس؟ قوات اللبنانية إذا عملت وإذا حدا عمل وزير ما فيه يعمل نياب والعكس يعني أنا إذا بنترشح عن الانتخابات النيابية هلأ تشاء الظرف أن يكون وزير للقوات اللبنانية بالحكومة ولكن ما بيعود بيقل أعمل وزير إذا عملت نياب وليس العكس؟ أي خلاص ما بيعود فيه بعمل نائب ما بعمل وزير يعني احتمال وارد؟ احتمال مطروح الموضوع بس و لكن القرار مش عنده أنا القرار بالأخير بإيادة القوات اللبنانية والموضوع سابق كتير لقوانه بس ولكن رغم ذلك معركتك لن تكون سهلة لأنه هلأ فيه مرشح عند الطيار الوطني الحر أعلن عنه من قبل شهر وأكتر عم بقلك ما فيش معركتي يعني الكلام كتير سابق لقوانه ولكن عم برد على السؤال لأنه فيه أكتر من مقعد صار قبل ما يطلع القانون صار فيه أسماء عم تنترح بينكم وبين العونيين بما يشير أنه معارك طاحن ستكون لا بيننا وبين العونيين لا لا ما فيه شيء معارك الكتائب آن بالفلك المسيحي بالنسبة لكم كتائب عامل أساسي بالفلك المسيحي مثل ما اتفضلت والأمور مرهونة بأوقاتها يعني إذا بيصير فيه تحالف أو ما بيصير فيه تحالف أمور مرهونة بأوقاتها فينا نقول أنه بنتيجة الانتخابات سيكون هناك تغيير حقيقي سيد ملحم يعني هل هذه الطبقة سياسية مثل ما بيسموها راح تدخلها عناصر جديدة بعيدة تماما عن الأحزاب والاستفافات السياسية بالعكس دور الأحزاب راح يكون أساسي بهذا الانون لأنه الانون النسبي والصوت التفضيلي يحتاج إلى بلوكات انتخابية زاحفة لتساعد المرشح للوصول وهي دي ما بيقدروا يعملوها المستقلين بقدر ما بيقدروا يعملوها الأحزاب لشان هيك المستقلين لهم مصلحة بيعتقد يتحالفوا مع الأحزاب عم بيحكي كمراقب ولكن بيقلك شغلي الفلسفة العميقة لأنون الانتخاب هي إما أن ينبثق عنه في لبنان سلطة جديدة إما أن ينبثق عنه نظام جديد لم نصل إلى انبثاق نظام جديد يصحح النظام السائد وبأي شكل بالعكس وصلنا إلى إذا بدك شفير ولادة نظام جديد ولكن ولادة سلطة جديدة هي حتمية وشان هيك التغييرات بحسب رأيي وبدأ برجع بإليك هيدا رأيي شخصي أنه التغييرات ستكون تغييرات بالحد الأدنى بعض الكتل بتاخد حجمها الطبيعي والحقيقي بيناتهم القوات اللبنانية لأنه حجمها اليوم أقل بكتير وشان هيك بيقولوا أحضر الرابحين من مساحتها يمكن لأنه استي جورج عند وين نعرف لعب دور أساسي بإنجاز أنون الانتخاب لا ما بدنا نقول أكتر الرابحين لقوات اللبنانية تسموه أنون عدوان؟ يعني هو يمكن أخذ هيدا الاسم بس أنا تفضل نسميه بس بيزعل الوزير مروان شاربل تفضل نسميه أنون لبنان لأنه بيشبه لبنان وهو تسوية بتشبه لبنان تسوية إذا صح التعبير مجموعة تنازلات أكتر ما هو مجموعة تصاعدات لكل الأفريقاء الأحجام الطبيعية إلى حد ما للأحزاب السياسية والقوى السياسية والمكونات للبلد رح تاخد وضعها إلى حد كبير ولكن أكيد بحاجة بالمرحلة المقبلة لإصلاحات إضافية على أنون الانتخاب لا بد منها لتصل إلى طموحات الحد الأدنى للقوات اللبنانية والطموحات الشعب اللبناني الضمانات أو المسائل اللي كانت عم تأخر الاتفاق يبدو حملت إلى حوار سيدعو إليه مثل معالة اليوم جريدة الجمهورية لرئيس عون بعد إقرار أنون الانتخاب وانطلاء المرحلة التي تليه لطرح العنوين الرئيسية للعهد انطلاءا مما وعد به بخطاب القسم وآلية التطبيق يعني الرئيس بده مشاركة كل الكتل بورشة العهد أنا بتصور هيدا شي طبيعي ولازم يكون هنا أي المواضيع الأكثر الحاحن ستطرح على طاولة رئيس الجمهورية من بعد؟ كل المواضيع اللي تعلقت نتيجة قصة تثبيت المناصفة قصة تثبيت المناصفة قصة اقتراع المغتربين قصة الكوة النسائية أي موضوع على اختلاف حجمه لازم يكون موضوع حوار وطني لنخلص منه قصة الاقتراع على عمر 18 سنة كمان هيدا لازم نخلص منه أنه تنبت إيجابا بالمرة اللي جاية طبعا 100% هلأ هالمرة حسمت أنه ما رح تكون من ضمن الاتفاق أخيرا بهالإطار المتعلق بأنون الانتخابات وموقع لبنان بالنسبة للصراعات الخارجية كتب عنا الاستاذ رفيق خوري بجريدة الأنوار بيقول لبنان الرسمي ثابت بالخطاب وعلى وصف واحد بمواجهة الصراعات والأزمات وتطورات بالمنطقة النائي بالنفس وهي وصفة صالحة إذن بالصراعات ومنتهية الصلاحية بالأزمات رح تقدروا أن تخودوا الانتخابات وسط هذا البركان المحيط بلبنان طالما فيه استقرار أمني بإذن الله الانتخابات بدأت تحصل تحت أي شعار هذه المرة؟ يعني تبدلت سورة الأمور بكير أنون الانتخاب فرض معطيات جديدة على الساحة ولكن أهم شيء حماية الاستقرار الأمني بلبنان وحماية حياد لبنان عن الصراعات بالمنطقة لأنه الإقليم صحيح مشتعل ولكن قد ما نحمي لبنان ونحيده عن هالصراعات قد ما نقدر نعمل تطور إيجابي بوضعية لبنان وبأنون الانتخاب وبكلها التفاصيل هايدي الانتخابات إذا الوضع الأمني مستتب ولازم يكون مستتب لأنه فيه إصرار وطني على هالموضوع وفيه دعم دولي لها الإصرار هيدا إصرار فاستقرار فانتخابات وأيضا استطباب الوضع السياسي يعني الرئيس حريري تلقائيا قال إنه هيدا كان آخر موضوع شائك معاركل سياسيا من اليوم وريح المسألة ستأخذ منح المختلف أكيد شو بيمنع تتكرر هيك التعئيدات عن طرح كل مسألة بمجلس الوزراء أيها التعئيدات؟ ما خلص قانون الانتخاب مش قانون الانتخاب حول حياة لموضوع طبعا ما في شي بيمنع الديمقراطية بلد على دراجة مش بلد على سيارة اللي بيركب دراجة ما فيه وقف يدوس وقلا بيوقع هيدا حركة الديمقراطية الطبيعية بالسياسي أكيد لازم ينطرح مواضيع شائكة ولازم تنوجد لحل يعني بس تبهي نحن عنا حلول لمواضيع لم تطرح بعد مين أنتو كقوات لبنانية؟ أكيد مثل أي مواضيع؟ أم بمزح لا إلي مثل أي مواضيع يعني نحن بطبيعتنا شو خبيه؟ منلاقي حلول لمشاكل لم تطرح بعد يعني بتعرفي مثلا مثل تدخل نائب جورج عدوان بأنون الانتخاب كان تدخل استراتيجي وأساسي وأخذ الأمور باتجاه الحل يعني من أجل ذلك بالحديث عن أكبر الخاسرين بهالأنون البعض اعتبر أو في كراء اعتبرت أن الوزير جبران بسيل هو أكبرهم لأنه ما قدر أطف الفرصة قبل استيس جورج عدوان ما في سراع لمس تغيير أنه باتجاه سير ما في سراع بين جورج عدوان و جبران بسيل ولن يكون هناك سراع يعني دور تكامل بين الوزير بسيل والنائب عدوان كان بالعمل على إقرار قانون الانتخاب والوصول للحد الأقصى الممكن مع الأطراف الأخرى المشاركة بها الحوار المشاركة بها الحوار هذه القصة ما إنه قصة مزايدات بين بعضنا البعض ولا قصة مين بيسبق مين ما حدا نواقف ناطر التاني و شو أم شو كي بدي عمل له كمين مش هيد السياسي للأسف للأسف هيدا بعده انطباع سائد عند الناس مش بس عن القوات والتيار عن كل الأطراف السياسية بس هيدا مش موجود لا بعقليتنا ولا بطريقة شغلنا يعني المهمتكن بالمرحلة الفاصلة إنه توصلوا هالفكرة يلي متل ما عم تفضلوا تقول بعدها بنفوس أو بذهن مش بس عننا عن كل حتى عن الطواقف تخيلي الطواقف بتفكر مع بعضها بطريقة كأنه عم تركب كمائن لبعضها ما تنسي مش مسحة يعني الحرب اللبنانية اللي مرأت وزمن الوصاية بعدها بس لنا 12 سنة طلعنا من زمن الوصاية وبعد زمن الوصاية بس إنه الطواقف موجودة من قبل الوصاية موجودة بالحرب وموجودة ما قبل الحرب وموجودة بتاريخ لبنان من ردح طويل من الزمن وعم تتفاعل مع بعض على هالأساس يعني عمية أنطلياس بالألف وثمامية وارمعين بنيت على الطواقف وبعدها حتى اليوم خلينا ناخد بريك بعد ومباشراتنا بعد فيه مواضيع بدي أسألك عنها بعيدا عن قصة أنون الانتخاب إذن لحظات ونعود لمتابعة الحلقة نعود لمتابعة الحلقة مع معالي وزير الإعلام الأستاذ ملح مرياشي يلي الحلقة بضل مكملة حتى وقت البريك فألتك اليوم مجلس الوزراء مخصص لمنائشة أنون الانتخاب أم رح يكون فيه ملفات أخرى بشكل أساسي أنون الانتخاب وفيه ملفات أخرى فيه الملف الأمني وتحديدا ملف تفلت الأمن الاجتماعي يلي تصاعد كثيرا منذ بداية شهر حزيران وبعد الإجراءات بخصوص وقف الإزاز في مي وسحب رخص الأسلحة رح ينترح بالعام 2016 ممكن أي ينترح كمان العام 2016 أنه سحبهم وزير الدفاع واللي قبله واللي بعده لا فيه رخص سلاح عم تجدد بالبلد وطبيعي يعني يكون فيه ناس مع سلاح تقدر تدافع عن حالة مش تتقتل الناس الناس بتحط رخص سلاح يعني ما فيك تحرم تاجر دهب ما يحط سلاح بمحل دهب ماذا عن السلاح غير المرخص واللي تبين بحسب الأرقام أنه هو المسؤول عن سلسلة الجرائم يعني أكثر من عشر جرائم بعشر تيام بحزيران أنا برأيي لازم يكون فيه قمع أكبر للأجهزة الأمنية بحق هذا النوع من السلاح حتى السلاح المرخص المرخص ما لازم يكون بارز وليزم يكون بمطارح معينة ولا أشخاص معينين مش كل الناس لحق تحصل على السلاح بأي ساعة اللي كان البلد منه هلقد فالت البلد صحيح فيه عدد سكان فائد بهالأيام وكسافة سكانية كبيرة ولكن منه فالت البلد البلد ممسوك البلد لأول مرة بتاريخه بيكون متماسك لأنه كل المكونات السياسية مصرة على الأمن الأهلي ولكن هيدا مش كافة عطول بدنا الأحسن الجريم اللي صارت بحق الشهيد روي حموش منه مسحة وبعتقد لازم تأدي لإجراءات زجرية أكتر قضائيا وأمنيا على السعيد الشخصي ما عليك مع عودة العمل بعقوبة الأعدام نحنا كقوات لبنانية صار فيه شغل كتير كبير بهيدا الملف خاصة من قبل نائب إليكا يروز أتوصل لقناعة أنه وكأنه حكم الأعدام غير لا يفيد في الحد من الجريمة ولكن يفرمل أنا صراحة رأيي الشخصي برجع بإليك أنا بعتقد عقوبة الأعدام بأحكم واضح على جرائم متعمدة وصارت عن قصد يمكن ضروري يرجع بهذه المرحلة للجمع هذا الاستخفاف إذا بدنا نقول صحيح اليوم عم بسمع لبنان الحر أنا وجاي اللي عنديك بيتلع واحد بيقترح شغلي أنه مثلا الإيد اللي قوص فيها المجريم لازم يقتشوله إياها بدل ما يعدمو يقتشوله إيدو سادي بتتلبكنا فيه أكتر يعني بتصير بتحكمه بتصير يسكن تحكمه بعدين موضوع يعني أشرت لي الكسافة السكانية الموجودة في لبنان واللي بتطبع بجزء منها بسبب النزوح السوري اليوم جريدة النهار على الصفحة الأولى نشرت رسم توضيحي يفيد عن توقف الأموال والخدمات لمليون ومائة ألف لاجئ سوري في لبنان بدءا من أول تموز المقبل بسبب تعثر التمويل عندك علم بهذا الموضوع؟ عم ينحكى بهذه الشغلة بس أنا ما بعتقد لازم نخوف الناس من هذا الموضوع لأنه التمويل حيجي أنا شفت مسؤول UNDP وشفت مسؤولة UNHCR وما في يعني أبدا تراجع بالجهد المحطوط لجانب لبنان مع النازحين السوريين فإذا هذه المعلومة؟ عم بقلك أنه المعلومة صحيحة ولكن مش محسومة نعم الاتجاه هو لحسم الجانب الإيجابي وإعادة تسهيل تمويل كلها العمليات وكل الدول على رأس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حيسهموا أكتر وأكتر بتمويل حالة النزوح لحماية الاستقرار الوطني بلبنان وحماية النازحين من المشاكل الأخرى بانتظار عودتهم إلى بلدهم حتى نحن نحضر نحن وياهون ميديا كامباين نحضر حملة إعلامية وترويجية كبيرة لتخفيف التوتر أي إمكانية التوتر بين اللبنانيين والليبنانيين المضيفين يعني بين الشعب المضيف والنازحين السوريين بأماكن تواجدهم لأنه هذا شيء ضروري جدا بانتظار عودتهم لبلدهم الوضع بين مع السوريين مختلف عن الوضع مع الفلسطينيين مع الفلسطينيين إجا شعب شيل شعب وقعد محله وشحطوا من بلدهم مع السوريين الحرب شحطتهم من بلدهم وبلدهم مطرح مهن الساكنين ما في حدا بدالهم يعني أكيد حكما رح يجعوا عن بلدهم حجم اللي عم ينحكى فيه عن أنه بدأ النازحون بالعودة هل مضخم الأرقام اللي عم تنحكى وصور كوافل النازحين العائدين أنا بتصور في كتير مناطق عمليا الحرب بسوريا راحت إلى إذا بدك نوع من ستاتيكو وتهدئة في مناطق صارت قابلة للعودة لإلها بيرجعوا لإلها بعدين سوريا ترسم من جديد يعني هلأ ما حدا ما بننكذب على بعض سوريا اللي بنعرفها راحت هلأ في شكل جديد لسوريا في مناطق الناس تركتها في مناطق الناس بدأت ترجع عليها مناطق الناس ما بترجع عليها ولكن أكيد ما حدا مفكر وما بعتقد السوريين الموجودين بلبنان بهالاتجاه كمان أنه يكون هالعودة أو عدمها على حساب لبنان في علاقات بين في السوريين عطول بيجوا بيشتغلوا بلبنان وبيفلوا وكلنا بنعرف هيدا الشي منه شي جديد على لبنان من مئة سنة بيصير ولكن لن يكون هناك ثبات للوجود للنزوح أو للنازح في لبنان بعد الاستقرار الأمني والسياسي في سوريا أنا بتوقع خلال سنتين بيكون انتهى لصة يعني إضافة إلى هذا الهم عند اللبنانيين هم جديد يضاف لسلسلة الهموم وهو العلاقات الخليجية القطرية وأمكان أنه أيضا يكون فيه انعكاسات على لبنان بهالإطار الحكومة اللبنانية أي سياسة ستعتمد في المرحلة المقبلة خلينا نشوف شو بده ينترح الموضوع بده ينترح ليقوم بمجلس الوزراء بتصور لأنه هذا موضوع معني فيه الوزير بسير نعم أكتر من غيره على مجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب اللي بيخدم مصلحة لبنان بتأديرك الشخصي أي قرار يخدم مصلحة لبنان ويناسب كمان أنا بعتقد حياد لبنان ضروري بشكل أو بآخر عن الأزمة ولكن وقوفه إلى جانب أشقائه ضروري أيضا ما رح أسألك أكتر بها الموضوع بموضوع آخر قصة العقوبات الأمريكية على حزب الله وحركة أمل والمتعاونين معها ماذا على علمك أسفرت جولة الوفد اللي راح من لبنان إلى البلايات المتحدة بهذا الموضوع ماشي نجح بي مثلا أنه يخفف من قوة هالعقوبات كيف رح يتم التعاطي معه لبنانيا ما بعتقد الوفد يعني قدر عمل شي كبير بهذا الموضوع رغم أنه نقلنا تطمينات أساسية ولكن الموضوع بس ينطرح جديا حنشوف لبنان كهودي يتعطى معه مؤخر طرح المسألة عم ينحك بأيلول يعني فادي عيد بالديار بيقول أنه الإدارة الأمريكية الحالية ترى أنه العقوبات المالية هي الأسلوب الوحيد للتعاطي والضغط على حزب الله بوقت كانت الإدارة السابقة تدرك أن هذه العقوبات ستؤدي إلى مواجه وصدام مع إيران في لبنان الشيء الأكيد أنه بعد قمة الرياض غير ما قبلها والوضع التكتي اللي ما اعتمده الرئيس ترامب مختلف تماما عن اللي اعتمده الرئيس باراك أوباما باراك أوباما كان يجرب يعمل توازن بين إيران والدول السنية اليوم ترامب أخذ حصة الدول السنية ضد إيران بشكل نهائي أو إذا صح تعبير الدول العربية كمان بحكي كمراقب يعني مش كمسؤول المقاربة بهذا الموضوع تختلف اختلاف كل بين ترامب وبين ما قبله والوضع علينا نرائب اليوم حركة ترامب بالمنطقة وحركة كل تداعيات الاتفاق اللي صارت بالرياض أو القمم السلاسي اللي صارت بالرياض وبضل قرع التبول التصعيد والتوتر قصة النفط يلي ما تم البد فيها مع الرئيس الأبرسي رح تقدر الحكومة تمشي فيها بالمرحلة المقبلة سيما إذا كانت الانتخابات بأيار يعني بعد فيه من عمر الحكومة هم أساسي للحكومة اللبنانية الحالية هو الوضع الاقتصادي بشكل عام وعلى رأسه النفط والكهرباء وأي مشروع انتاجي يغير إلى حد كبير من فرص الوظائف الشبه معدومي لللبنانيين هذا الموضوع رح يكون مطروح بعد إقرار أنون الانتخاب إلى جانب ملفات أخرى قصة الكهرباء انتهى السجال حوله بالتحديد القوات اللبنانية كان عندها ملاحظات عندنا ملاحظات أكيد عليه بعد ما خلص الملف يعني ولكن حين يطرح الملف نطرح الملاحظات أيضا وأيضا أزمة النفايات معالي الوزير كل فترة بترجع بتنترح من أول وجديد ووصفتها اليوم هذه الفرفور بالأخبار بأنها بمثابة الجمر تحت الرماد يعني وتحديدا منطقة المتن الشمالي هي من أكثر المتضررين بسبب هذه الأزمة كمان هذه الأزمات اللي عم تواجه الحكومة وهذه تحدي كبير قدامنا أنا بتصور إذا ما قدرنا حلينا مشكلة النفايات نكون فشلنا فشل زريع أسوأ من أنه ما نقدر نوصل كان لأنون انتخاب يعني هل قد صعوبة هالمسألة أصعب من مرنا صعوبة أبدا ولازم الحكومة تحلى بشكل المناسب وبأسرع وقت لنخطم الحلقة قبل يعني وقت قليل من انعقاد جلسة مجلس الوزراء يلي رح تتوج التوافق يلي صار مبارح بموضوع عنون الانتخاب أي عنوان بتعطيل المرحلة المقبلة؟ حذر وتفاعل حذر من ماذا؟ حذر من كل الوضع السائد بالمنطقة والانتباه على لبنان بشكل أساسي وإحاطة بعضنا البعض لحمايته وعهل أساس إذا نجح أنه نحافظ على هالحذر وعلى هالوحدة بالشكل القائم حاليا تفاعل بيكون أكيد بهالخلاصة معالي الوزير من الحمرية شمعنا وصلنا لختام هذه الحلقة شكرا لحضورك اليوم مع انشغالك ويمكن تحضيركم الملفات لجلسة مجلس الوزراء أهلا وسهلا فيك شكرا للمشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة